مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم الأبواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما دمنا في شهر الصوم فما أعظم أن نتكلم عن صيام كباب من أبواب الجنة فرصة عظيمة وموسم هائل لدخول الجنة لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بدخوله قال لما حضر رمضان قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامة تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم حرم من كل شيء كأن الذي يحرم أجر رمضان قد حرم من كل شيء ما هو بس باب من أبواب الجنة بل باب خاص لأهل الصيام اسمه باب الريان يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا إننا نتزاحم أنا وأنتم عند ذاك الباب قلوا آمين لعلها دعوة رجل صالح في أقاص الأرض يقول آمين فنجتمع في تلك الدار الجمع العظيمة الرائعة يا رب باب عظيم من أبواب الجنة والصيام بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذي يأتي إلى شهر رمضان ويصل إلى شهر رمضان ثم لا يدخل الجنة قال رغم أنف امرئن أدرك رمضان فلم يغفر له يا محمد قل آمين فقال آمين قال رغم أنف يا الله يعني التصق بالتراب جبريل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على الدعاء كأن القاعدة تقول إيش تستنى عشان تدخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيب كنت دائما أقف عند هذا الحديث طب كل أعمالنا يعني لله عز وجل اسمع ماذا قال القرطبي في تفسير هذا الحديث قال معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير لا إله إلا الله إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير إذا كان الذي يثيب بغير تقدير هو العظيم فإش تتوقع عشان تتصوروا حجم الأجر اسمع هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا الحديث متفق عليه خذ المفاجأة هذا في صيام النفل فما بالك بصيام الفريضة لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأريد أن أقف معكم وقفات سريعة من صام رمضان إيمانا واحتسابا قفوا معي عند هالكلمتين ترى هذا هو شرط المغفرة انتبهوا كثير من الناس ما عندهم مشكلة في إيمانا لكن عندهم مشكلة في احتسابا يا أيها الأحبة ركزوا معي الله يرحم والدينكم ما عنده مشكلة في إيمانا يعني متعلق بالله عز وجل الله أمرني أن أصوم رمضان ما هو رجب الله عز وجل أمرني أن أصوم من الفجر إلى المغرب وهو من الظهر للعشاء سمعا وطاعة أطعت الآمر إيش معنى احتسابا احتسابا يتعلق بك أنت وبطريقة أداءك لهذه العبادة يعني كيف يعني لما تشوف واحد إذا كان صايم تلقى خارج في نهار رمضان ثم تجده غاضب متوتر زعلان في حوله من الغضب والتوتر لأنه صائم هذا اعرف أنه صام إيمانا بس ما صام احتسابا يا جماعة الصوم شرع لنا للتهذيب لا للتعذيب كلكم تشوفون الجنون اللي صير فيه كثير من شوارعنا قبل المغرب وكأن هذا الشخص يعني بيموت لو أذن المغرب وهو ما وصل جلس على الصفرة ولا لأنه الصفرة الصيام عبادة قلب قال لعلكم إيش لعلكم تجوعون لعلكم تعطشون لعلكم تصلون لعلكم تصومون الصيام عبادة قلب قال لعلكم تتقون الصوم تهذيب وليس تهذيب عدوا معي كم فرصة لدخول الجنة في رمضان قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا أوفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا أوفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أوفر له ما تقدم من ذنبه إن لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد لا إله إلا الله ماذا تنتظر عشان تدخل الجنة؟ يعني ماذا تريد الله أن يفعل بك عشان تدخل الجنة وتبادر؟ يا أيها الأحبة الكون كله الكون كله يتغير في هذا الشهر الجنة تفتح أبوابها والنار تغلق والمرضة تصفد والحسنات تزيد والسيئات كل شيء حولك يتغير إلا قلوب بعض الناس هو نفس رمضان هو نفس شوال الفرق أنه هنا يأكل في الليل وهنا ما يأكل في الليل القضية جماعة مي قضية توقيت أكل أنه أنا في رمضان أكل من المغرب ولا أصوم القضية مي قضية امتناع عن الأكل والشرب القضية قضية تقوى وشيء يؤثر في قلبك وفي حياتك إن لم يزدك الصيام قربا من الله عز وجل فاعلم أن صومك عادة وليس عبادة الصوم باب عظيم من أبواب الجنة باب عظيم من أبواب الجنة بس للأسف أنه كثير من الناس تعود خلاص الناس يمسكون الفجر يمسك يفطرون المغرب يفطر والحياة مسلسلات كذوم ولا شيء إن لم تتغير بوصلة قلبك في هالأيام فراجع قلبك واعلم أنها الثلاثين يوم كل يوم فرصة لدخول الجنة تبادر قل بسم الله وما تدري لعلك تكون من عتقاء النار هذه الليلة أحسنوا الظن بالله وصوموا بقلوبكم قبل أفواهكم وقولوا آمين الله يجمعني بكم في الجنة السلام عليكم